الناس أصلاً فكرة أن أنا هنزل طب هل أنا لمنزل هشارك أصلاً هل ده هيديني هل هل فعلاً أنا هقوله هيتعمل هل فعلاً لمنزل هشارك هو مجلس أذا كان مثلاً في بعض الناس عندها إحباط من مجلس النواب شاركة مجلس النواب عندها إحباط طيلة لك طب يعني هو مجلس الشيوخ اللي هو استشاري مثلاً هيعملي حاجة فممكن ده مؤثر على نتائج بشكل كبير فهنا بقى دور التوعية التوعية من خلال الإعلام من خلال وسائل كتير جداً عندنا وسائل متاحة كتير قوي غير التلفزيون وغير السوشيال ميديا وفي حاجات كتير نقدر نوصل بها للناس الناس لو فهمت يعني إيه اختيار يعني إيه أن أنت لما تنزل تشارك حتى لو هطبت لصوتك زي ما حراك بتقول ده هيأثر يعني هيأثر بأنه أنت مش عايزه مش هيجي لو أنت كتير وطب تنزله ده هيأثر عليك بشكل كبير جداً هما لو فهموا ده أصلاً هيبقى الموضوع سهل بسيء الفكرة هنا أن الثقافة نفسها بلاش نعمم بس في الغالب موجودة عدم فكرة ثقافة المشاركة وفكرة أن أنا حدد مصيري وفكرة والمصير ده متعلق بالسياسة وأن كل الأمور الحياتية متعلقة حقيقي بالسياسة دي حاجة مفقودة يعني وفي ناس بالفعلة يمكن ندمت أنها ما نزلتش قلت صوتها أو قدلت بصوتها في وقت انتخابات مجلس النوابع لما شوف أن أنا جماعة يجب تقولي ناس عندها إحباط فيقولك يا ريتني لو كان يمكن كان صوتي فرق بزبط يمكن لو واحد كان نجع حد ونزل حد بس أنا يعني بتندم فاهمش عايزين القرار نفس دي بس أنا يعني لو رجعت طبعا فكرة الثقافة المدارس يعني نيجي في التاريخ من الولاد من هما ابتدائي ويعلموهم في إعداد يدونهم بقى الحان يا بيا في مصر كانت إيه وبدأت من إمتى وإزاي اتعمل مجلس النواب ونبدأ ندي للولاد الجرعة دي أنا نفسي تكون متدرجة بحيث أننا نوصل أنه يكون لما يكبر هو نفسه شخص إمتى أكبر ويبقى معايا بطاقة عشان أقدر أن أنا أنزل أقول رأي مش يطلع شاب سلبي وملوش دعوة بأي حاجة وشوية معلومات حطتهم في الورقة وخلاص برضو بتشوفي أهمية أن إحنا نربي أولادنا لما كنا بنخطب نحط إديهم في الحبر بس تقول بس أنا رحت مع بابا وماما دي مهمة إزاي دي برضو مرتبطة زي ما عليك قلت بالثقافة جدا والانتماء إنت إزاي من هما صغيرين تعلمهم الانتماء طبعا هو يمكن هطلع حتى صغيرة على الانتخابات بس فكرة الانترناشنل سكولز بالحاجات دي الحاجات دي هي بس مش يعني مش بتذكر الانتخابات هي أحيانا الموالد نفسها مختلف بالزبط مختلفة فأغلب الأجيال اللي طلعة برضو من غير تعميم هي معندهاش ثقافة أن الانتخابات دي هتعمل لي إيه أصلا ولا هتفيدني بإيه ولا أنا مستفاد إيه من كل اللي بيحصل ده أنا مش مستفاد حاجة فده نقطة مهمة جدا 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 نقطة التعليم في المدارس وإزاي نحط فيه الانتماء اللي يخليني أنا كطالب صغير نفسي يبقى عندي بطاقة يبقى عني 18 سنة عشان اسمي ينزل في القوامة الانتخابية وأروح أنتخب واختار نفس الفكرة شكل حياتي اللي جاي